موسيقى 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 الله عليك. طبعا. كنت جمال خلينا نبتدي بقى النهاردة وكلامنا عنا الأهلي وما يحدث فيه الدول الممتاز حتى الآن. طبعا الشكل الفني للنادي الأهلي مطمئن بشكل كبير لجماهيره. مباراة الأمس مباراة الأهلي ومقانونة 5-2 وقبلها كانت مباراة يعني من 3-4 أيام برضو النادي الأهلي بيلاعب المقانونة العرب 3-0. والأتنين ما شاء الله بتحس إن الأداء بيرتفع. يعني مباراة عن مباراة أداء النادي الأهلي بيرتفع. برضو يعني يعني مني نعرف واحد من نجوم النادي الأهلي اللي خاضه في وقت كان يعني مميز جدا كابتن جمال نساء كان جيل جميل وجيل مميز جدا. دائما النادي الأهلي الأجيال بتتوانى. الأداء أهم شيء النتيجة أهم شيء جمهوره دايما بيبقى مش عايز أقول ضغط عليه ولكن حطه في مكانة معينة أو مكانة فريقه لازم يكسب في كل مرة وده اللي بيحصل في توقيت حالي كابتن جمال. هو طبعا أن أنت عرف أن لعبة النادي الأهلي كلها من أول كطاع النشئيل لحد الفرق كبيرة كله متعود أنه هو بيلعب على على البطول. حتة الاستقرار الفني اللي هو الكابتن حسام اللي اللي موجودة حتة 50 في المية أو 70 في المية أن أنت خدت دوري بدري. إذي بتطمين الكويس أو أن أنت تخلي الناس اللي موجودة مستراحة نفسيا وبدنيا وفنيا بيخليك تلعب تلعب كويس. عكسي في فرق تانية لما بتحس إن إن هي قدت البطولة ممكن يحصل تراغي حصل حاجات مشاكل في الفريق. لكن النادي أهلي متعود أنه هو بخد بطولة ما خدش بطولة هو بيلعب على الأداء أو بيلعب على أن فيه بقى في حاجة كويسة في الملعب. الناتج عن كل ده اللي دي استقرار الفني الفني. كل ما تدخل جوه النادي المنظومة كلها بتخلي اللعبة اللي موجودة تقدر تشتغل الشغل اللي كان بتحسنه بها. احنا بنتكلم على المنظومة انت بتتكلم إن النظام الاحترافي اللي موجود. اللي بنشوفه في المان سيتي بنشوفه في المان يونيتد بنشوفه في برشورة بنشوفه في الريال بنشوفه. اعتقد انت ما بتفعلش عامهم كتير واحنا بنتكلم على الاستقرار ده والشكل الاحترافي ده. ده فعلا موجود في النادي الأهلي حتى في في الهدف بالنسبة لجماهيره هو هو موجود بالنسبة لجمال النادي الأهلي. انا بتكلم على الاندية الكبيرة اللي موجودة في اوروبا. فدي برضه وتخليك تحطك في حتة بعيد فعلا عن الدي الوصيح. انا كان معي سوز احمد جمال من شوية بديتكلم. النادي الأهلي بيغرد في حتة تانية خالص غير اندية الدورة. لا يعني انت النادي الأهلي بعيد خالص عن الاندية الموجودة. انت عارف انت حاليا نلعب بقى في الدورة بقى روح تروا. لا ما تلعب انت لقيت ما انت لقيت ما انت لقيت قبل كده. قد كس عامل بك كده كان شكل كويس. هي اللي هي خلي بالك الفجرة كلها انك انت يعني نصل لك النادي الأهلي بياخد الدورة با قبله 14 مباراة و 12 مباراة واخد لأن هناك تنظيم من كل ما تتخيله جوة النادي الأهلي وهو اللي بيخليك لأنك أنت ممكن تقوم بقى دوري بدري ممكن تبقى ماشي كويس في الدوري فنياً زي ما قلت عبلي كده حيث أنك أنت الالتزام بيخليك تأخذ حتى لو ناد الزمالك لو ناد الزمالك ماشي معك كويس أو الإسماعيل لو ناد الزمالك ماشي معك كويس بيعني بكسب على طول يعني بكسب على طول وإنت موجود إيه اللي بيحصل موناد الزمالك يبقى تأخذ حتى لو أنك أنت تأخذ بطولة بدري ده عشان الفرق اللي موجودة كلها مش كويس لا أنك أنت متفوق عن ناس اللي موجودة كلها وإنت بعد كده ناس تيجي تسألك أنت حقور رعاية لا حقور رعاية ما هو النادي الأهلي بيبقى أكبر حقور رعاية في الدوري المصري وفي مصري لأن الحتة دي فرقة معها كتير جداً كنت نودها بحثة أننا أحسن نادي عنده بطولات أكبر عندها بطولة دوري وكاس وأيضا الأنديل اللي عندها بطولة أفريقيا بطل أفريقيا ونادي القرن فبالتالي جزئية الرعاة في ناس تقول لك ليه لا هو ده هو الناس لما بتيجي تبص على النادي الأهلي عشان يكسبوا من وراه في حتة الرعاة بيبصوا على حتة الاستقرار الفني والإداري وعدد بطولاتهم وده موجود وده اللي احنا بنشوفه في الفترة اللي فاتت كمان ده خلينا أقول لك يا قبط فروق يعني كل الكلام اللي بيحصل في النادي لها ده ما بيجيش من فراغ يعني فيه إدارة نكحة إدارة بتتعامل باحترافية كبيرة جداً جهاز فن عالي بتتعامل بأسلوب محترم فيه لعيبة عندها خبرات وعندها مسؤولية تجاه نفسها ودجاه نديها فبالتالي المنظومة كلها كاملة فبالتالي أنت بتحقق البطولة الحاجة التانية إذا ما كابت الجمال بيقولك أنت النادي حتى الناشئ الصغر اللي ما تربي ما تربي على بطولة وانت كلنا وانت وكابت الجمال حتى لما أنا جيت من برا النادي لهاالي جاي اتعلمت تقاليد ومبادئ النادي لهاالي أن أنت جاي بتلعب على بطولة كم تتقوم بها بدنة قد يتقوم بشيء دقاء الدورية كما تتوح في تلك البنائق ايضاً في سكة بتلعب النهاردة كابتن حسام البادري أي فرقة النهاردة لما بتلعب مع الناد الأهلي بيحصل لها إرهاق بتلعب ضد النهار بيحصل لها إرهاق كبير جداً بدني وزهني وموجود في الملعب أن أنت بتلعب الناد الأهلي زي ما شوفناك كابتن عودة أقول لك استحال أن أرعب الناد الأهلي في 24-24-34 تيار فطبعاً زهنياً إرهاق بدني كبير جداً الناد بيخدوش نفسه بيبزوله جهة كبير جداً فعلاً يعني أن لا هل Lingara أي فرقة بتلعب الناد الأهلي بيتموت نفسها قدام الناد الأهلي صح والله عموان إن عايز يكسب الناد الأهلي هو حلم يكسب الناد الأهلي لكن هو مش حلم التي لقبة بطولة عكس الناد الأهلي اللي بيحصل الحاجة الثانية جبتن فروận أن أنت فيه إستقرار فيه إستقرار إداري إستقرار فني إستقرار لعيبة حتى في اختياراته لبعض اللاعبين اللي هي تيجي الناد الأهلي انت بتجيب اللعب اللي انت محتاجه ما انت بيجيبش انت ما بيجيبش الكاي يعني انت عايز تكم ولا الكاي فلا انت بيجيب فعلا اللي انت محتاجه المكان ده بديلي نادلي علي الحاجة التانية ان انت النادي لالي زي ما في ناس كتير جدا قالت لك النادي لالي بيلعب في حتة وباية الفرقة بيلعب في حتة تانية دي حقيقة ناردة شوف الفرق بين الاهلي واقرب منافسيه لإسماعيل 14 بنت فانا هو اقرب منافسيه 14 بنت فبياخد فدي حاجة بتدي له ثقة يمكن شوفناها كدير جدا في المتشاط الحاجة الثاني انا عايز اقول لك يا كفروك يعني فيه ماتشات كتير في الاول الكابتن حسام كان كل هام انه ليك سبع عشان اخد التلاتة بنت الوقت انت بتشوف اداء ونتيجة فبالتالي انت مستمت بمجموعة لعبين مختلفة انت عندك لعبة كويسة وبعدين انت نهاردة التغييرات برضو اللي بتحصل فيه نطجه حصل في التغييرات النهاردة لما الكابتن حسام بيغير فيه اللعيب اللي بينزل بيحدث لك الفارق بشكل كبير جدا اللعيب اللي موجودة بتأدي حتى فيه حاجة ممكن احنا قلناها كتير النهاردة النادي الاهلي اللي بينزل او اللي بيلعب بيبقى حافظ نفس الدور اللي هيقوم بيه اللي طلع زي اللي نزل او نفس نفس الانتكتير مفيش حاجة بتتغير فيه بخصوص ان انت بتقول الرعاة ده دليل النادي الاهلي النادي الشعبية كبيرة ده مش في مصر بس ده في الشرق الاوسط وفي افريقيا ده انا استحب الشعبية الاولى كمان بيتطلع المزايدة قادمة ان شاء الله الرعاية مختلفة عن الفترة اللي فاتت وده برضو بتيجي عن طريق الشكل اللي احنا شايفينه ما بنجيبش حاجة من فراغ ده اساسيات موجودة انك انت البطل وانت اللي بتقدم احسن واكثر شعبية كل ده يا كم رو انت النهاردة النهاردة بتبقى قاعد النهاردة فيه حاجة كمان انا اللحستاه في المتشاط يا يا كابتن جمال ان انت النادي الاهلي بقى عنده ايه ما بيزهقش بلغة الكرة ان انت بقتش ابتزى ان انت بقت بتنقل وعارف ان الجون هيجي في الدهة تسعين الجون بيجي في اي وقت ما انتش مستعجل لعندك لعيبة بتمسي الكرة بتتقلع الكرة في نص الملعب لعيبة بتعرف تجيب جوان حتى اللعيب انه بينزل ما بقى شمدداء او زعلان بينزل مبسوط وعارف انهم قاعد برا او قاعد عن قناعة ان اللي موجود بيلعب اللي مش موجود انت موجود هتنزل في اي وقت فبالتالي في منظومة احترافية كبيرة جدا نادي الاهلي كمان في حاجة كويسة ممكن اتقالت ان النادي الاهلي لما اتأكد انه اخد الدول بس في النادي الاهلي احنا طول عمرنا ما كناش بنحسما لما اخر مطش ما بتحسباش اللي موجود في اللعيبة ممكن الكابتن حسام تكلم عليها مبارح قالك السكة ازاي ده هي اللي خلتنا او ادخل فينا الجنين لكن في ميزة انه ارض انت برضو استغنيت على اللعيبة بعض اللعيبة لان انت عندك اللعيبة لازم تطلع تلعب واحد زي مثلا اسلام محارب يلعب واحد زي عندك صلاح محسن من اللعيبة كويسة اخد فرصته وكمان حاجة انت انت شئت هيدك كمان من عليك مجموع انت شئت انت حمد كبير انت حتت ان فيه لعبين طبع ومراح وانت عندك لعيبين وانت عندك لعيبين زيهم وحسن كمان وممكن انا قبل كده قلت لك اكام فروق ان انت اللي يكون فعونة كابتن حسام البادري النهاردة لما يجي النهاردة مدير فن لا خلاص فيه هدوء فيه هدوء النهاردة عارف مين اللي يلعب ويبقى موجود مين اللي يبقى احتياطي مع المدير الفني بيبقى حاطت كذا سنالي ولمباراة كفرو ان انت النهارة لك لما يكون عندك كذا نجد رجل بيقى زي ما قوله في الكورة بلغة البلدي انت عادي للهم انت بده لو قعدته هايز على هايبوز فلازم تماشي يعني انت ماشي احمد الشيخ تماشي مؤمن زكريا تماشي احمد مدعب انت برضو شلت حملة كبير جدا من عليك ما احترام اليوم كالعيب الكورة لكن انت النهاردة لعيبه مميزه ولعيبه بتاحد صرفك لكن انت عندك ناس تانية هتقدي وهتقدي بصورة احسن فبالتالي انت بقت بتلعب بثقة بقى فيه اداء كويس بقى فيه راحة نفسية كمان عند الجهاز الفني ان انت اللعيبة اللي موجودة بتنزل تقديلك بشكل كويس طب خلي بالك برضو يا ابو دهب حيث انك انت عندك لعيبة كتيرة في النادي الاهلي كل اللعيبة اللي موجودة جوه النادي كلها ملتزمين طبعا هي مش عيبة على مدرب ان انا يكون عندي في كل مكان ثلاثة اربعة وثلاثة اربعة كويسين دي ميزة كويسة جيدة عارف لي كمان كل مرة الروح جديدة بتنزل يعني مثلا جمال مساعد مثلا لأ قاعد النهاردة نزل ابو الدهب عامل ايه عاوز يغزب ان هو احسن من جمال انت بتخلق المنافسة بتخلق المنافسة وده يسب في صلاح الفرق انت كمان ايه ان الناس اللي موجودة كلها كل اللعيبة اللي موجودة كلها لعيبة ملتزمة بس انا عايز اقول حكرة انت بتتكلم في الجزئيه دي طب يعني برضو انا مايبقى عندي نجمة زي عماد متابر نجمة زي مؤمن لهم طبعا المؤمن كان بيعوض هو كلهم بيعوضوا وينزلوا عندهمش مشاكل لكن حتت برضو انا عندي جماهيري بتطالب بالنجمة ده يبقى متواجد نجمة ده متواجد لكن حتت ان انا ابقى مركز على مجموعة معينة من العابين وهم دول اللي انا بلعب بهم يتخليني برضو احسن شوية في حيقة الاداة واحسن في ان انا عندي هدف معينة بس انا بكلمت كحنا لعبنا كورة كلنا انت عندك حتة ان انا عندي مثلا في كل مركز ده بقول ثلاثة اربعة تمام؟ هل الثلاثة اربعة اللي بيلعبوا دول في المركز ده؟ التلاثة مأموسين ولا عاملين ايه؟ التلاثة شغالين ازاي؟ في واحد شغال واحد يحطيات واحد عبارة؟ طب التلاثة دول نفسيوتهم كويسة تمام؟ طيب انت النهاردة وليد سلماء مثلا نزل الطام التاني بينزل يعمل ايه؟ بينزل يهدف تمام؟ تمام؟ فهو نازل نفسيوته كويسة بينزل يهدف فده بتبقى ميزة عكس ما انت يكون عندك لا انت خلال لعبين داخل النادي اهلي هي في الحتة دي لكن انت بقى لو عندك مثلا لو عندك ثلاثة اربعة لعيبة بيلاعوها في مكان والثلاثة اربعة لعيبة بيلاعوها في مكان طيب النجم اللي موجود ده فاروق بيعمل ايه؟ النجم اللي موجود ده اللي قعد بره هل هو؟ انا هكمل لكلان كنت اعادة كمالك انه هو قعد مستريح نفسيا ولا هو قعد مدائق انت لعبتو كرو عارف لما فيه ناس بقعد عددك بتتدايق تمزل طوق لان انت اللي قعد بره عددك ده قعد ايه؟ نفسيته مستريحة وبيحب الناس ده موجود في النادي القليل ان كل الناس اللي موجودة بتحب الفراق اللي عاوز ينزل عاوزه ده هو لازم يتدايق ولكن لا يتدايق ايه؟ بص يتدايق ده عشان هو بتدايق لا هو يتدايق ايه؟ حتى لما بينزل بيبقى شاكله كويس يبقى شاكله يتمنى الخير طبعا لزمانية وبعدين هو بيزعل ان هو مبلعبش في نفسه حت بقى فروق بقى ايه انك انت طب التشكيلي لما يكون ثابت لما يكون ثابت بينتج عن ايه؟ ينتج عن عدد كويس؟ حاجة جويس طيب الناس اللي بقى قاعدة برا ايه اللي بيحصل؟ طالما انا الجمهور انت بك اتكلموا حت ده الجمهور اللي هو بقاعد برا وقالك ايه؟ يعني المخروض يبقى تشكيل يبقى ثابت طيب الجمهور لما بيشوف 11 لعيب بلعبه وينزل مثلا وليد سليمان مكان عبدالله السعيد او اي ان كان او مؤمن او احد بينزل ايه؟ بينزل يديف ولا بيديف؟ الجمهور مش هيتكلم مفيش لعيب بلغاية ده وقت بينزل يا كابتن صح كده؟ يبقى الجمهورة عندك برا ايه مش هيتكلم في تسبيت تشكيل ولا هيتكلم في حاجة امتى هيتكلم؟ لما الفرقة تخسر ماتش بقى تقع ماتش بقى تكتب اما تبقى وعش يقول لك بيعمل كل شوية بيعمل ايه؟ تشكيل 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 لكن طالما الفرقة بتكسب واللي بينزل بيديف للفرقة مش هتلاحد يتكلم في تشكيل لكن خلينا بجعلك التنابل ده مش هور الفريق النادي الاهل حتى الاهل حصل بس همتكلم هزيمة وحيدة مصر مقصة وكان ممكن لها ظروفة وكان النادي الاهل في اليوم ده غير محظوظ بالمرة في الفرص اللي اتحط له عندك تعادل مع دجلة تعادل مع الأسيوتي فبالتالي ان احنا بنتكلم على يعني وقت معين كده النادي الاهلي بيطلع بسرعة من الاخفاقات اللي وقت تقابله من خلال الدواء بس خلينا أقولك في الفترة دي عجب فروق يمكن النادي الاهل كان خارج من أفريكا النادي الاهل كانت تعادل والهزيمة اللي حصلت في الفترة دي كان النادي الاهل بيلعب في أفريكا كان فيه إرهاق شديد يا كابتن حاجة التانية حتة التسابات التشكيل بتعمل عندك انسجام كبيرة يا كابتن جمال بين اللعيبة وبعضيها لكن عزيزة خلينا أقولك ان الكابتن حسام بردو كان في الفترة اللي فاتت معزور لان انت كل 3-4 ايام ماتش فبالتالي كان بيعمل كابتن حسام كان بيعمل روتيشن فلازم يغير انه ان ده فيه لعيبة يخف من الإجاد والإصابات اللي كان بتحصل هتمكن انا حسيت في وقت من الوقت ان كابتن حسام بيثبت يعني بيحفظ التلاتين لعيب نفس الشغل اللي موجود في الفرق النهاردة انه عندهش اللعيب السابت ان انت متشعفز مكانك على طول عاوني انتهت تبقى في مكانك تلعب على طول فيه لعيبة بتتغير فيه لعيبة بتبقى موجودة لعيبة ما بتنزلش بتبقى معموصة ممكن تبقى لعيف زعلان او متضايق بس في نفس الوقت ما بيأصلش على عدك داخل الملعب انت بتتمنى الفرقة تكسب بشكل كبير جدا عندك اللعيبة فيه لعيبة لما تنزل كمان بتحدث الفارق يعني واحد زي اسلام محارب من يوم ما جي نادل اهلي بينزل يهد في البطولة العربية رجل نازل ومبسوط او مقتنع ان هو احتياطي انه او بيعمل لنفسه اسلوب ممكن النهاردة مدير فني مش مقتنع بمحمود ابو دابلا لكن المحمود ابو دابلا ما بينزل حتى لو عشر ديائه كل المدربين قالوا هالنا يا كفاروق قال لك انزل خليني اقول ان انا مدير فني غلطان ان انا ما اعادك احتياطي انت كالعيب انزل اثبت لي عكس الكلام ذا وليد سليمان لعيب كبير اتجاه المسؤولية ان انت لعيب كبير لازم اتحمل مسؤولية اتجاه الناديك واتجاه نفسك واتجاه الفرقة انت في النادي الاهل النادي كبير بتلعب على البطولات فبالتالي الانسجام بيحصل من الكلام حاجة تانية يا كفاروق في حاجة بتحصل في الناديك في حب يعني احنا بنشوفها بشكل كبير جدا محترم يعني في حب بشكل محترم ما بتشوفش العيبة لو واحد غلط او واحد بص غلط ان الزميل يشوحل لا ده بالعكس اي العيب بيخش في المنظومة بتاعت النادي الاهلي بيندمج بسرعة بيبقى موجود الحاجة التانية اللي انا لاحظت لك الفروق ان اي العيب ما بيلعبش وبيجي يلعب تحس انه ما بتحسش انه ما كانش بلعب واحد زي صبر رحيل من اللعيب الرجالة كده محمد ناجيب نفس الاسلوب من اللعيب الرجالة يمكن احنا تكلمنا فيها ان بتحس ان اللعيب متحسش ان اللعيب بعيد عن مستوى بنفس الروح و بنفس النتيجة بسم عالي في الفترة من الفرد برضو بيقدي بشكل محترم بشكل كبير فده هو ده النادي الاهلي او المنظومة اللي بتحسن او الروتاشن اللي كابتن حسام البدري بيعمل خلينا و احنا بنتكلم على النادي الاهلي و شكتنا ما ينفعش ان احنا ما نتطرقش ليه اه مثلا الاسبوع الاربعة و عشرين واكيد النادي اهلي في ظل ان هو ما بيكسب والفرق اللي ممكن المنافس بتاعه والفرق التانية بتحصل نتائج بالنسبة النادي الاهلي انها بتساعده يعني عندنا في الاسبوع الاربعة و عشرين كابتن اسماعيلي تعادل مع الداخلية 00 ممكن انا والله يعني مش عشان ثقة او الواحد بتاع اي كورة كابتن جمال و كابتن ابودها بلاي كورة اكيد انت بتتوقع من خلال اه وجودك خبرات كبيرة موجودة في كورة القدم انت هتقول نادر اسماعيلي هيكمل بالشكل ده او مش هيكمل انا واحد الناس كنت عارف ان النادي اسماعيلي الى حد ما هيحصل بعض الاخفاقات في بطولة الدورة في الدولة التاني وبالتالي النادي الاهل لو استغلها بالشكل المناسب النادي الاهل هيخلص وط الدورة بقدره و هذا اللي بيحصل في الوقت الحالي يعني التعريف ان علام مباراة مثلا دخليها والاسماعيلي كابتن والانتهت بتعادل 00 واكيد طبعا كانت في صالح النادي الاهل في الفترة اللي فات انا باعتمدش على ان الخصم اللي هي موجودة معك في الدورة ان هي تتعادل او تتهزم النادي الاهل بيلعب على لو اربعة و تلاتين مبارات و اتلاتين مبارات و بيلعب على ان هو بيقسم حتى لو الفرق اللي هي موجودة انت حتى لو خلصت بطولة الدورة بقدره شوية اللعيبة اللي كانت حسين ممكن يشركها و هينزلوا و يلعبوا مثلا عايزين يكسبوا و لازم يكسبوا حتى انت خلصت البطولة مش ما انا بوص اقول لك ابو الدهب بيقول ايه بيقول ايه الناس اللي بتنزل و انا قلت ان ايه بتنزل تضيف للمعوك يعني بقول صبر راحيلا ما بيقعد هو باسم بعدين او اي حد بيوقعد بينزل بيعمل ايه بيديف لي فاق ليه لان هو بيوقعد ممكن يوقعد مثلا شهرين ما تلاقوش موجود و ينزل تحس ان الراجل ده كان شغال بقاله مثلا هو اللي كان بيلعب مثلا تلات اربع مرشات اللي قبل كده لأ نفسيا هو عارف ان الكابتن حسام من النهاردة بيعمل ايه انا عندي ضغط مبارات كتير لازم المدرب واللعبة اللي موجودة لو المدرب موسطش اللعبة اللي موجودة كلها ان هنا فيه اجهاد و ان هنا ده لازم يريح و ان هنا ده لازم يلعب امتا و امتا يحط و امتا يحطوش يبقى هيبقى احسر مشاكل فاللعيبة جوه النهاردة الاهلي عارفة ان الكابتن حسام ان هنا ان هنا اللعب من طبيعته كله الحمدلله ان المجموعة اللي موجودة في النهاردة الاهلي اللعبة كلها فكريا كويسين يعني انت ممكن تلاقي لعب كورة كويس جدا اول ما يقعد يقلب الدنيا ما يتمرنش ينزل التمرين ما يتمرنش فييجي الكابتن حسام يحطو يبقى واحش لكن انا عارف ان الكابتن حسام انا اولاد جدا لما صارج على التمرين بس انا بقيمه كمدير فني شغال طالما اللعبة اللي موجودة كلها بتقعد فترة طويلة وبتنزل تعد كويس يبقى ايزا هنا فيه مدرب كل اللي حواليه كل اللي حواليه لأ مستريحين نفسيا ان هو يقعد او مقعدش وشغال في التدريب ايه ويتمرنش جدا فلما ديجي تلاقيه ينزل المباراة ممكن مثلا اول عشر ده لغيت لما رجل بصلا ايه متحسش بيه ان هو مش موجود تحس بيه ان هو ايه ان هو بيلعب بقاله وهو اللي كان بيلعب ماتش اللي قبل 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 فده حتة قويسة اللي كابتن حسام تحساب له ان الناس اللي موجودة كلها هم عارفين ان اللي بيلعب عارف انه بيلعب في الوقت ده امتا انت ممكن تلاقيه بصلا مثلا لعب النهاردة ماتشين ثلاثة وبصلا بعد كده تشال خالص مش موجود وبيحصل حصلة كتير 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 طيب كابتن حسام ليه وجهة نظر ان ممكن ماتش المباراة ده محتاجة المكان ده فاتح هو ليه لحظة فده انا بقول ان ده ده حاجة كويسة جدا صار في النظر بقى ان الاهل ياخد دوري او ما ياخدش دوري ان الناس اللي موجودة تلاتين لعبوا الناس اللي موجودة جوه المصير اللي اقدر ده كلهم مستريحين فنيا وبدنيا وكل حاجة انا هرجع للنادي الاهلي تاني كابت انه كلام كتير عن الجزئي دي وجزئي مهم جدا مديرين فنيين يلعبوا النادي الاهلي ازاي في الفترة اللي جاي لكن خلينا ارجع برضو لمشوار الدوري والاسبوع الثلاثة وعشرين وهميني اعرف برضو رائع كابت المحمود في النتائج يعني احنا بنقول الاسماعيلي والدخلية تعادل سفر سفر وممكن احنا عارفين ان الاسماعيلي في المركز التاني برصيد ستة واربعين نوطة وكان في حاجة له لهذا المكسب على الدخلية والدخلية كان في المركز العاشر برصيد تسة وعشر نوطة يعني طموح هنا موجود طموح هنا ده عايز يقتعد وده عايز يقرب من النادي لكن المباراة انتهت بالتعادل بوسي خلينا اقول لك يا كابت فروي ممكن اسماعيلي بدأ الموسم بشكل كوي جدا لحد الاسبوع التسعتاشر متصدر الدوري لكن احنا كلنا قولنا الاسماعيلي مبسوطين ان الاسماعيلي دخل من نفسه من فرق المحترم فرق تلعب كورة كويسة لكن في نفس الوقت حصلت مشكلة كان في استقرار كبير جدا لما مشي دي صبر الدنيا تقلبت يعني انت راجل مركز اول وماشي كويس يمكن الراجل قال حاجة كويسة جدا وانا احنا قلناها جدا الفريق البطل لازم يكون عندك الدكة كويس او البديلي بكويس لكن تعتمدش على 11-12 لعيب بشكل كبير جدا وتلاقي الدكة بتاعتك فاضية فبالتالي لازم تحصل هزة لما جمسك الكابتن ابو طالب العيسوي حصل على الود بشكل اضغط كبير جدا ان انت فريق ماشي اول فحصلت نتائج عكسية او نتائج سلبية ابتدى الفكر يتغير او الاسلوب يتغير من ديسابر الكابتن ابو طالب العيسوي معنى الكابتن ابو طالب مدربين المحترمين طبعا حصلت نتائج عكسية اللي اسماعيل جماهيره مش هترضى الا بالمركز اولا خلاص اللي عندهم الطموح جبر ان انت تاخد دور بقالهم فترة كويسين لان هما كانوا سنتين ثلاثة ما كانش بالمستوى اللي موجود لما جيل بشماندس ابراهيم عثمان واحدث ولا حرج على عيلة عثمان نتائج بنادي الاسماعيل والاسماعيلية فحصل استقرار بشكل كبير جدا فهي دي ممكن اللي قالبت الدنيا الحاجة التانية لو جينا الفرقة الداخلية يمكن كابتن علي ابو عالي اتعلم من الدرس السنة اللي فاتت ان الداخلية قعد المسم اللي فات على ثلاثة منط على اخر مباراة فابتدى يشتغل على نفسه واشتغل على الفرقة بشكل كبير وصح على اساس ان هو ما يعشف نفس المشكلة او نفس الطريقة اللي حصلت المسم اللي فات فبالتالي ده نتائجة العكسية اللي جات عليها نادي الاسماعيل طبعا اصابة محمد عواد في المباراة دي واحد من نجوم نادي الاسماعيل ونجوم ان شاء الله في منطخب مصر طبعا ونجوم منطخب مصر واحد من الحراس المميزين طبعا هو اتحسد واخد افضل حارس في السفتاء الاهرام او اسكر الاهرام فبالتالي ممكن اتحسد بن محمد عواد خليها كابتن ايضا على مباراة ممكن كانت مؤجلة او اتقدمت من الاسبوع الاربعة عشرين وتلعبت وكانت فيها مفاجئ مباراة امبي والرجاء وفزو رجاء ثلاثة سفر على امبي شايفت سنادي امبي عامل ازاي طبعا هم في المركز السابع برسلت نقطة مش بعيد يعني هم متواجدين ولكن مش ده امبي امبي دايما كان متواجد في المربع الزهبي اعتقد ان الامور بالنسباله هزيمة من الرجاء اللي بيحتل المركز السبعتاشر دي حاجة اعتقد صعبة و بالرغم انها كانت موجودة خلي بالك زي ما قلت تحتك هي مباراة من الاسبوع الاربعة عشرين اللي هيتلعب ان شاء الله بداية من بكرة تقدمت تلعبت في اسبوع الاربعة عشرين يعني انت عارف كابتن فاروق ان الكرة مفاهاش مفاهاش فرقة في الاخر الجنوى وفرقة في بس فيه نوجك يا كابتن يعني فيه فرقة منظمة معلش انت لو جيت الاربع مواسم اللي فاته امبي امبي مش مش كويس تغيير مدربين كتير بين هتامي بين هتاس عيني عشر التلت اربعة مواسم الفات تغيير مدربين طريق العشر مسك كابتن طريق مسك كابتن مدرب برضه دي بتأثر في حتة ان استقرار الفريق لكن بالنسبة للرجاء ان هو يكسب امبي دي ام ما شايف ان ما يعني اشيئ طبيعي فالكور مش مش طبيعي وانا في الدور المصي في التوقيت كابتن انت بتشوف ان الامور تغيرت في الدور المصي بتلاقي فرق صغيرة ممكن تكسب فرق كبيرة ومفيش مشكلة خالص مش في الاستقرار كان في الدور المصيب كانش في كده كان فيه امور مسلمة لا 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 كان فيه فيه يعني مثلا فرقة الرجاء انا كنت بسجل من اول الموسم وانتلهم فرقة الرجاء والاسوتي والنص التلاتة ادول حينزلوا لان معملوش حاجة رغم ان انا عرف شغل عالم ياربين اشغلت معه في قطاع الناشئين وعرف شغله ازاي. لكن حيثت النتاج ان فرقة تكسب. اصلا فيه فرقة زي ما كنت انا بقول لك. انا كنت بتتكلم في الاول لان انا كنت شايف ان مفيش لعبة جت. يعني هي هي اللعبة اللي موجودة وكل اللعبة اللي جابها علي مار كلها لعبة صغيرة وكلها ملاش اسماء متشلش فرقة. صحيح. فمعنى ان هو انا موجودش لعيبة. انا شغل مدير فاني. يعني انا لعبت الاصوات قبل كده لما كنت مسك من الحاد في الفيون في المتاسبة. وكنت عارف الفرقة عملة ازاي. عارف الدرجة التانية المتاسبة بيشغلين ازاي. فحادت انك انت ان عالي مهر يعمل النتاج دي مع الاصوات لا. ده طبعا ان ده شغله هو. طبعا ان تشوف كابت ان العينزل بدل ما كان الاصوات ازاي ما انت قلت في الاول. من وجه انا. من الفيجين اللي موجودة. بصوا الاقرب. بصوا الاقرب بلاتي. فيه تانتا. فيه تانتا وفيه ودي بيجلا. الرجاة ده ما لما متكلمت على ايش. الرجاة والنصر ده من نزله خلاص. ده نزيم يقول موسم زي ما قلت. بس عايز اقولك حاجة واقعية انا كبدي لأ انت اختار بقى واحدة مع الاتنين دور. من تانتا وده تانتا ده لتحاد اسكنداري كمانا. طبعا مشكلة. تانتا. 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 نتائج الأخيرة بالنسبة لأندلية الدوري الممتاز أسبوع الثلاثة وعشرين وفوز كان مهم جدا لفريق إنتاج الحربي على الاتحاد سكندري بنتيجة ثلاثة اثنين على الهاتف كابتن مجدي عبدالعاطي واحد من النجوم الكرة القدم المصرية والمدرب العام الحالي لفريق الإنتاج الحربي تحياتي ليه كابتن مجدي محيشني أخبرك ومبروك الماتش اللي فات ومبروك كابتن مختار طبعا ربنا خرك كابتن فرو الحمد لله يعني ماتش كان مهم جدا بمزمارنا الأخيه ده ممنادي تخطي كندري وكان مكسب الحمد لله كان بيحطنا في منطقة يعني قريبة شوية من المنطقة الأربعة من فوق يعني وبيبعدنا شوية عن المنطقة اللي كانت ساحة شوية من الثانين وعشرين لحد الثلاثين فالحمد لله يعني إن شاء الله تبقى دفع بنلبة للعيبة ولينا كجهاز إن احنا نكمل إن شاء الله إن شاء الله نروح لها بعد من كده إن شاء الله في صعوبة أكيد في مباراة للتحدي يا كابتن إن هذا الاتحاد كان يعني أنت شايف مركز أو وضعه في جدول الدولة أكيد كان محتاج المباراة فكان في صعوبة بالنسبة له هذه المباراة خاصة بالنسبة للإنتاج الحرب متأكيد وفرد كمان للتحدي كانت فروق من أكتر فرق تعمل في شهر يناير وضمت العيبة مميزة جدا جدا كانت عاملة معهم سرق لولا المباراة الأهلي أعتقد أنها كان لها تأثير سرق عليهم في الأداء والنتيجة والحمد لله إحنا دلنا نستغل ده ودلنا نختف المباراة في شرط الأولاني كان لعيبة عندها تركيز وصراط في شرطاني كمان هي تنين المباراة لولا بس الحالة لعدم التركيز والتراخي شوية آخر عشرة داية دخلت نادي الاتحاد معنا في الجيم لكن الحمد لله بقول المكسب كان مهم جدا بالنسبة لنا وزي ما قلت هذا دك إنه هو كمان العامل النفسي كان مؤثر على فرقة الاتحاد خاصة أن يوم الورادي فرقة ودي ديك لكيز بالترجات وعدد الاتحاد السندري كان وقته بالطعب وده عمل برضو ده على العيد الاتحاد شوية ومن ثم راحوا المنزية للفتر والحفظ لنا نشغلنا على هذا العامل ما خفتوش يا كابتن في الدخلات الأخيرة يمكن الاتحاد أحرز هدفين وكان خلاص يعني لو في وقتك هت الأمور تصعابت أنا عارف أن أنتو يمكن كابتن مختار وانت واحد طبعا من النجوم مصر والمهاجمين المميزين دائما أنتو كنادي الإنتاج الحربي وانتو كجهاز فاني ما بتروح في أي حتة بتحطوا حتة أو النزعة الهجومية بشكل كبير في أي فريق الحمد لله ممكن من كبتن مختار كمان من زمان كده من ياما كان مازق تتوجد انا كنت معاه يا ماجدى أنت عارف أه طبعا وكبال كنت في الأهلي كمان عارف كبتو مختار وعارف باذا يعرف بيفكر كنتم كتب مراجمين اليوم وعندما ايكا بشان عليك الكابت المخبار دائماً بيبقى الطريقة بتاعته طريقة فيها هكومية وبيدي كمان سقر خط الفرود المجداله دائماً بتلاقي الفرود اللي معاه خط الفرود اي ان كان البراس الحربة او الاتنين اللي كحتيه بيبقوا ممازين جداً او بيقدوا ادوار هكومية لانه دائماً الكابت المخبار بيطالب من كل الناس حتى لانهم يكملوا لانه محتاج دائماً يشوف زيادة عددية في منطقة الثمنتاشر عشان هو دائماً بيسعى للبوز حتى لو احنا كنا في نادي ما بينافس على المقدمة زي مثلاً السنة الفاتت لما كنا في الاتحاد سكناري او السنة اللي اتبادت مع الانتاج التحاربي دائماً بيحسن كل دعيبة ان هي دائماً لازم نلعب على البوز دائماً يبقى في زيادة عددية من الناس بتحت الفرود والفرود والنص الملعب عشان يعملوا الحالة الكومية اللي هو بيسعى لها يعني ودائماً بتلاقي دائماً الفراو دمعات متقلقين يعني الحمد لله انا عايزة كلامك على خالد امر يمكن احرز هدفين حتى الان تعاملتم معا نفسياً في عدم يعني في ظل عدم مشاركته مع ناد الزمالك ودلوقتي ما شاء الله بيحرز هدفين معاك وحتى في ظل وجوده مع فريق انتاج الحاربة كبسة يمكن كان فروق الناس كتير كانت يعني مستقربة جداً على ان احنا خبنا عمر السعيد في التوقيت ده لوادي دجلة وما كانوش على علم ان عمر كان عقده في انتاجي بهاية بنائة السيدون يعني كنا لازم استفادوا منه يعني اه بالضبط والعيد كمان استفادوا منه صحيح فكان لازم يبقى التعويض لدياب وعمر السعيد خفصان هو من هاتفين الدوري بحتى يقدر يقوم بالدور اللي كان بيقوم بعمر السعيد بنسبان انا كان لدينا تجربة مع خالد امر قبل كده في التحادس كالنري كان قاعد سفر كتيراً مصاب وما كانش بلعص الناس الزمالك جي معنا والحمد لله رجع الناس بشكل كتير جداً من درجة الناس في يناير المطالب منصول طلب انه ينهي الاعارة ويدجعه تاني الناس زمالك احنا عملنا تجربة الحمد لله كويسة مع خالد امر وكنا متأكدين او يعني شايفين ان هو خالد هايبقى يقدر يقوم بالدور اللي كان او يكمل الدور اللي كان ماشي عليه عمر السعيد والحمد لله ده في الاول وفي الاخر هو توفير من ربنا واحنا الحمد لله بنشتغل على قطور ما بنقدر يعني نوصل الناس للحالة اللي هم نتمنى ان هم يبقوا عليها اخيراً كابت المجدي خليل اكلمك على هدفكم بقى ام كانت في المركز السادس مش بعيد خالص عن ممكن الزمالك في المركز الرابع مش بعيد في عدد النقاط اكبر 32 نقطة ندل زمالك 39 نقطة مش بعيد خالص انا مش عايز ام مش عايز ام تبقى مبالجين شوية في احلامنا احنا واقعين اكتبوا اختاروا مكازة احنا واقعين جداً احنا كنا بنمشي مرحلة 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 احنا كنا مغيرين بشكل كامل يعني ممكن كان فيه 18 عيد من السنة اللي فادت مشيو وضمنا حوالي 14 و 15 عيد فكان فيه تغيير جازري بالنسبة للفريق ككل يعني فبالتأكيد انت لما تقع مغير في الشكل ده ما تبقاش في السنة الاولى بتطمح ان انت توصل للتوب فورم بتاعك لا بالتأكيد بتبقى محتاج تبقى خطوة بخطوة احنا كنا كلامنا كلام كابت المختار ومجلس الدراء ان احنا نبقى موابودين استنادي المنطقات دافية احنا نبقى مش مهددين من المجموعة المهددة يعني من الفرق من بدري ان احنا منوصلش للراوند التاني واحنا فيه خطر بالنسبة والحمد لله احنا لحد الان نكحين بشكل كبير صحيح اه ماشيين بشكل سليم في الخط اللي احنا كنا متصورينها فيه طموح بالتأكيد بيزداد مع الوقت وده حق المشروع بالنسبة اكيد انت لما تشوف النتائج ولما تشوف الفرقة بتوصل للمستوى اللي انت كنت بتحلم به يعني في اول الدوري بالتأكيد بيبقى عندك طمع او طموح ان انت بتوصل لابعد من كده فده الفترة جاة كابت بخار بيتكلم عن العيبة ان احنا الحمد لله وصلنا للحرمة كويسة جدا بقى فيه تكندز بشكل كبير بقى فيه ثبات التشكيل بقى فيه اه 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 تصاعد فيه المستوى ده لان احنا منبصش تفوق منبصش نحنا نوصل للمربع الزهد وده كلام برضو تتكلمه دايما كابت المتبار مع اللعيبة ان شاء الله يبقوا متفاهمين ومراكدين للفترة الجاية ونقدر نوصل ان شاء الله انتوا عندوكم عندوكم المباراة قديمة من اه من فريق جريح من النادي الاهلي وقنول العرب طبعا الامور صعبة برضو في المباراة القديمة اه كبتم مجرد اه اه كما ان البقاء فيه الاولاني ايكتنا في العربنا 3 احد كان مبارئ الدوري كابتن عودة مع الفريق الموزين كان مات بي نتائج كويسة جدا وكانت لاير طاعت الفرق عالية جدا لكن كابتن وخار متكلم عن العيبة ان احنا المقراضي بالنسبة لنا لازم تكون يعني مش عايز اكبر الموضوع او يقول حياة موضوع ده لكن على الاهل المقراضي اعتبار بالنسبة للسرقة جد تفتنا على ملعبنا لازم ان شاء الله وانا احنا احنا 31 30 30 بلد وم 31 30 الموضوع ده فارغ بالنسبة لهم يعني طفية كابتن مجدي يا رب ان شاء الله وطبعا يعني مجهود كبير جدا اكيد بتقوموا بي كابتن مختار مختار طبعا واحد من المدربين ومدربين المميزين وايضا كابتن مجدي عبدالعاطي ان شاء الله مستقبل به ان شاء الله في مجال التدريب واحد من اللعيبة المميزة والفرودة المميزين جدا كان عنده طول كده وجسمه بسم الله ان شاء الله سريع بيعرف يهدف واحد من النجوم نادي امبي في وقت من الوقت كابتن بوداب كنا بنكمل كلامنا عن الأسيوط يا كابتن خلينا اقول لك انها فرقة من الفرقة المحترمة بتلعب طرية جماعية خلينا كمان يا كابتن فارغ يمكن اعز اقول لك يعني الشكل اللي موجود فيه الأسيوطي في الجدول انه هو متفوق على فرقة كبيرة وفرقة لها باع كبير جدا زي مصر المكاسة وبوتروجيت ودي دجلة والتحارس كندري وطنطة يعني دليل المستوى سابت هم السوى عنده لعيبة محترمة لعيبة بتأدي بشكل كبير جدا كابتن علي ممكن زرع فيهم حماس او عندهم دفع الفوز بطريقة كويسة كنانا اتفرجت عليهم بشكل كبير جدا لهم كلهم يدفع ما عندوش حد بيهاجم وبعدين يرجع يستنى كورا لا محترمين بشكل كبير مدير الفني بيشتغل معهم بيتعب وزي ما قلت لك دي منظومة كبيرة جدا من الإدارة ومن المدير كورا موجود الكابتن هادي خشبة وكابتن علي مارو الجهز الفني انا هكلمك كبتن سريعا على ودي ديجلا وبيترجت عشان عايز اروح بس النادي الاهلي في حتة مهمة جدا قبل ما نختم يعني اللقاء مع حضراتكم يعني ودي ديجلا بيحاول يهرب شكل كبير انها بيفوز اتنين واحدة على بيترجت يعني تاخد بيستفيق نحيدي ودي ديجلا في المبارات الاخيرة لان المهدد ايضا من دين المهدد مكز الاربعتاشر ودي ديجلا هو اقرب خلي بالاكم اقرب من الاتحايت تفتكر؟ نزول اه ايه اللي يخليك تواصل اه ونظرتك طبعا نظرت اه لكن انا عارف ان الاتحاد تسكندار ان شاء الله مش هينزل مش هينزل لا وكان فوز مهمة بالنسبانه بالصراحة يعني فوز انا شايف ان هتفرق معا كثير جدا لو يعني يعني لو فيد المبارات وما بين الاتحاد وبيترجلا وايضا مصر مخصة برضه مهددة فالامور صعبة في الحتة دي جدا جدا على الفرق هي فيه اربع فرق او خمس ست فرق بلعبوا على المربع الزعب وفيه فرق المدربين نفسها عارفة ان امكنات اللاعب اللي موجودة مش ما تروحش مربع الزعب يعني ممكن يكسب ماش يخسر اللي بعديه يتعدل اللي بعديه فهو عارف امكنات فرقته ان هي مش هتروح للمربع هو بيلعب خلاص بيلعب نوا يبقى موجود في نص الجزء فيها ان ده اكتر مش اقول لبس بس انا كخبرتي في كلعب كرة وكمدرب ان كل مدرب يبقى عارف ان المجموعة اللي معاه هي هتوصل اخيرها لحد فيه خمس ست فرق بس خليها رجع بقى للنادي الاهلي ومبارح والمقشة مبارح وممكن وليد ازارو بيوصل الهدف 14 كبتان جمال واحد من الهدفين الدوري حتى الان وان شاء الله رفض الماشي بالشكل ده ياخد هذا اللقب اللقب ده كان بقاله فترة غايب عندنا كان اخر لاعب من النادي الاهلي بياخد لقب هدف الدوري كان عمارو فلافيو سنة 2006-2007 احرز في الوقت ده 17 هدف تالي دائما النادي الاهلي هو عنده جزئية دي ليه تفتكي للغاب الطويل ده عن اللقب الهدف الدوري يعني هي كان مين الهدف في الوقت ده صغير في وقت انا وانا بقى كان حسام حسام وكان محمد رمضان وكان الفراوضة هم اللي بيجوهم بس لكن انت عندك هو النهد الاهلي اللي بيعتمدش دلوقت على الفرد هو اللي جيب هدف انت عندك ماشاء الله صحيح الهدى توقيت الحالي صحيح اه ولأ لا وقابد كده قابل كده كان الناس كلها كنت بجيبه جوان وقال مع والد صراح بيجوان والا وهذه كان بيجي من وره بيجيبه جوان لا قابلك لا ناد منا بأعتمدش على الهدف دلق صحيح الاسب كارتنا وقت دلن اتهى كنت عايز بس استفيد في الجزئة دي لان جزئة مهمة جدا نحن بقالنا فترة فعلا نتمنى نيبقى فيه هدف من نادي آل لكن ان شاء الله وليد أظهر وحققها هذا المسم بايضا فوز النادي الآلي باللقب التالي واللقب رقم 40 في تاريخ النادي آل بشكرة كبتن جمال بصاعد نبو مصر ونجمي النادي الآلي واحد من اللعبين الموايزين في تاريخ النادي كبتن محمود ايضا بشكرك شكرا جزيلا ايضا واحد من اللعبين الموايزين صخرة دفاع النادي الآلي في وقت من الوقات بشكرك شكرا جزيلا حبيبك الفروق انا كنت سعيدا لنا موجود معك ومعلكتن جمالها ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا بقى ده يهمينا بقى الفترة القادمة عندنا مباراة مهمة امام الاسيوتي مباراة بثلاث نقاط نوصل لنقطة 63 ونبتعد اكثر واكثر عن المنافسين للنادي الآلي هو نادي الاسماعيل ان شاء الله كل التوفيق دائما معاكم من خلال الاستاذ الاهلي وكل المعلومات الخاصة بفريقنا وكل المعلومات الخاصة بكيان النادي الاهلي هتلوى دائما في قناة النادي الاهلي السلام عليكم تصبح على خير